نرجع الطاف ويتحدث على أن الجزائر وديبلوماسية إفريقيا ومنش عارف كلام تافه لا قيمة لها كما لا قيمة لما قاله شنغريحا اللي استقبل الوزير الدفاع الإيطالي من بين ما جاء في كلام شنغريحا تشعر بالمرارة لشعرين بيها بعد صفعة البريكس وبعد رفض مش رفض قالوا ما عندناش الروس قالوا ما عندناش سلاح نعطوه لكم ونبيعوه لكم ما فيش كل سلاح اللي عندنا استخدموه في الحرب اللي نرى داخلين فيها فشنغريحا فرحان جدا بوزير الدفاع الإيطالي ليوصل الجزائر تندرج هذه الزيارة هذا كلام شنغريحا في سياق الحركية البناء والمتعددة الأبعاد التي تعرفها العلاقات الجزائرية الإيطالية وكذا في إطار سعينا المشترك لتعزيز تعاون العسكري الثنائي والارتقاء به أكثر فأكثر ليكون في مستوى إرادة وتطلعات قيادتي البلدين وفي مستوى العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الجزائر وإيطاليا بين ثورتنا التحريرية وخلال سنوات مكافحة الإرهاب إيطاليا لعبت دور كبير في دعم العصابة أيضا بالمناسبة يعني دور كبير 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 ربما إيطاليا هي الثاني بلد غربي مش ربما أكيد هي الثاني بلد غربي في دعم العصابة في التسعينات أيضا ما قاله شينغريحا قال وأؤكد لكم في هذا الصدر استعدادنا التام على توطيط برامج تعاون الثنائي الذي لا يعد خيارا فحسب بل إن التحولات الراهنة وحالة الاستقرار التي تميز منطقتنا تملي علينا ضرورة تضافر جهودنا لتهدئة الأوضاع في البلدان التي تعاني من تبعات النزاعات أو يعترف اعتراف غير مباشر بأنه يحتاج للسلاح الإيطالي الآن بالمناسبة حتى الصين رهي متردة في قضية بيع أسلحة الجزائر لأن عندهم مشاكل تعدفع وعندهم مشاكل كثيرة جدا مع الصينيين وبعدين الصينيين عندهم علاقات ومرين عن طريق الإمارات وقالوا لهم يجب أن تمروا عن طريق الإمارات والعصابة هذه قتلت علاقاتها العسكرية مع الإمارات وهذا قرار صحيح وصائب فبدأوا الآن طبعا شراوا مؤخرا أسلحة من إفريقيا الجنوبية يسعاوا لشراء مؤخرا أيضا من رومانيا وهم يعرفون عن ما أتحدث بدون ذكر المسادر ومن تشيكيا ومن سربيا خاصة يبحثون عن الأسلحة في كل مكان لأن الروس ما قالوا لهم ما فيش والصين متحفظة جدا خاصة بضغط إماراتي طبعا المريكان وفرنسا وكذا ذوك أسلاح يبيعوه لهم بالقرام يعني بشروط وأشياء أخرى فأرهم وجهوا أنظارهم للإيطاليين الإيطاليين مش معروفين يعني ما عدا بعض الأنواع خاصة في قضية الغواصات إلى حد ما لكن مش مشهورين الإيطاليين في قضية السلاح يعني الألمان دالوا لهم شروط طويلة جدا وثيقة طويلة جدا لازم يوفروها باش يبيعوهم سلاح ترجمة نانسي قنقر